رغم التهديدات الوجودية المتأتية من العقوبات الأمريكية تواصل هواوي توسعها ما يشهد عليه مقرها الجديد في مدينة شنجن في جنوب الصين الذي يستضيف مهندس المستقبل في مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة في قرية أوروبية وهمية تابعة للموقع العقوبات الأمريكية الجديدة تثير المخاوف بطبيعة الحال لكن شركتنا تشجع موظفين على التركيز على أمورنا الخاصة تشتبه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجسس ثاني كبرى المجموعات العالمية في سوق الهواتف المحمولة لحساب بكين وقد وسعت واشنطن الأسبوع الماضي حملتها ضد المجموعة مع الإعلان عن سلسلة تدابير لمنع هواوي من تطوير أشباه الموصلات في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية تطورت هواوي حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم أنا أعمل في هواوي منذ سنوات عدة وكل عام نشهد حوادث تثير الشكوك ومع كل حادث نتأكد من أن الشركة ستقودنا إلى الطريق السليم ومنذ أن أصبحت هواوي نهاية 2018 الضحية غير المباشرة للحرب التجارية الأمريكية ضد الصين ازداد عدد موظف المجموعة في العالم من 180 ألف شخص إلى 194 ألف بحسب الإدارة كما أن إراداتها العالمية ارتفعت بنسبة 19% العام الماضي غير أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ستترك أثرا بالغا على هواوي في حال تطبيقها فعلا بحسب المحللين